طيب أكتر حاجة بتحبها في السرق؟ آآ كلها يا مالا شمعنا مالا طيب لما بتبص في المرياة والكلمة بتجي في دماغك استغفال الله العظيم طيب قولي إيه أكتر حاجة بتحبها في شكلك؟ آآ لا ما بشوفش كده يعني أنا بحب نفسي على بعض كده فكر حاجة واحدة لا بجد مش مكسوف أقول بس يعني ممكن تبقصي خوصلة نازلة كده من شعرك خوصلة من مين؟ من شعرك مستضيفة مية دياد بخوصلة أيوة عادي ممكن تكون بتحب الحتة الأرقوشة اللي في ودنك دي عادي لا ده جوع ده انت بتوقفي تقعد تشوفي دي وتتخياليها وهي مقرمشة يا لو محمرة يا لهوي لا لا والله يعني كلي تمام كلك بتحب نفسك كلها أنا بطبيع لي يعني الحمد لله راضي أصلاً يعني كل حاجة في حياتي فالحمد لله الحمد لله إنك تعلق واحدة بنت قبل إسراء طبعاً من الفنز يعني لا أبوث أنا يعني أنا ببرى التمثيل بجد بها تكسف غجول أو بتاعة ما فيش فلا ما عنديش سكة قفلات يعني مش عندي طب عمر واحدة من الفنز جات كده هو تجريت علىك ورح تبيسك من بقك يا لهوي ده في البنات أصلاً فيهم مشكلة دايماً بقولها الولاد بيقابلوك يشتبوا مبسوطين وأي بنت في الكون أياً كان الليفل بتاعها بتشوف حد مشهور بتصوت أه يعني دي إحنا يا مجنة سرعة بتصوت 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 السويت مش طبيعي بتصوت إزاي تاي بتصوت هو تعمل بس أنا السوتي راية أه والله مش معقولة تفاهمها أمان طب قولي مين طب قولي مين من أصحابكو أكتر واحد بوشق البنات بقى لا إيه ده مصرح مصر ده برنامج ده اسمه إيه اسمه الشيشو الحلوة الشيشو الحلوة اسمه ثلاثة في واحد لا طب قم إيه اللي سؤال لا قولي بجد لا بس أنا عارفة المعلومة فهقولها زي معلومة إسراو فأنت قول وخلص لا لا مفيش مين حتى بالأمارة من على إنستجرام يا السلامة كلهم هندهم من إستجرام كلهم بيشقة ده لا ده ده شقة معروف الشقة اللي فيكم يا حامد لا والله هتقول عليك يا الدب ده لو أقولك حاجة والله العظيم إحنا برا المصرح ما بنعرف نقبل بعض بشارين كله تسحل في شغل مفيش أغلبنا مرتبطين اللي متجوز والمرتبط فأي كلمة هتطلع على أي حد هتعمل له مشكلة لا مش هتعمل له مشكلة لا لس كلهم مرتبطين يعني قبل ما يرتبط إحنا هنقول قبل ما يرتبط لا ما قبل ما يرتبط أكيد مفاهم اللي مرتبط بيها إنه كان متجامع للمصرح ومسرح لا ما كتش ريس ترتبط بيها وكتش يعرفها وبعدين إحنا كبنات نحب إن الواحد يبقى كده حرش كده وعارف كده هعدولك عشان أنت حبيبي آآآ والنبي ماشي بيستضيفي حد منهم مسألية هيقولوا ماشي يا حمدي عشان أنت بس حبيبي هعدولك وهنطلع فاصل بس في اللي جاي مش هرحمك ماشي هنطلع فاصل ونرجع لكو تاني استنونا ماشي ولسه برضو قاعد قدامي العسل إلا أنا لقدرة إن أنا أقاوم جمال شعره وقلبته وجمال شكله وسحنته مش عارف أقولك إيه يا حمدي وريحة جزمته اللي كل الناس عشقت ماهيةenة Santiago هم Index إنشاء ليه البهفة وزير قوي الفنانة سميل Turges هجل الشعره يديدع همدي ماذا لو؟ لو هتطلع من جسمك من جسمك وضعه في جيز ومثلة إغراء من senate تختار مين؟ مروة أو بوسي سمير ولا سمى المصري هاعد في جسمي لا لازم تختار واحدة السؤال مهين قوي افتراض السؤال ده بعده خبر اعتزال الفنان حمد اصدق ايه يا حمد اصدق انه مهين لا مهين لراجل ما تغلطنيش في الناس طيب لا ده عادي يعني احنا بنقول افتراض ما اصلا عارف بقى عارف السوشيال ميديا فجأة تلاقي راسي راجب على جسم واحدة منهم بعد الحلقة اسمعي مني لا عادي عادي الجمهور بيحبك مش هيأذيك مش هيأذيك ممكن مارو عشان جات فترة منعيمة دي كنت معلمة معايا قوي يا مس كنت بتحبها اه جدا يبقى حمدي ربنا عجز لسانك يا رب انا فيا حاجة لله شفتي ويف دي ما تلعجش يبقى حمدي بقى مروى أمى نعيمة ومبروكة عليك لو واحد من الثلاثة دول هياخد مطرح أستاذ أشرف عبد الباقي في مصرح مصر تختار مين لا لا فقلتني من الأسئلة دي لا بيقولك لازم تجاوب لازم أجاوب يعني اه أستاذ أشرف هو اللي مشي هو اللي مشي وقال مثلا كنت عنده أي ظروف مسافر وكده ولا هيرجع لكم تاني حتى لو قلنا الفترة معينة صغنون وهيخلي حد من زمايله يكمل مكانه يبقى مين تحس انه أشبقها كو كريم عبد عزيز في المود بتاعنا يأكل معنا قوي يبقى مبروك على أستاذ كريم عبد العزيز مصرح مصر ونسمع سقفة كبير برنامج ده هيخسرني كرامتي ونقس وصحابي وقسة كبير أبداً ده احنا ده افتراض ده افتراء أيوه مش افتراض طب قولي يا حمدي لو انت مغني شعبي تكون مين في دول شيبة ولا الليسي ولا بوسي الليسي ليه أنا بحب شيبة واشتغلت معاها وبحب بوسي برضو الليسي شعبي صوته قوي جداً ودمه خفيف بس أنا حسك ليه على بوسي لا انت طلعتيني مروة طلعيني راجل مرة ده انت سيد الرجالة والنادي لا الليسي عشان دمه خفيف قوي بحب أنا أقبوله عالمي يعني بالنسبة لي شيبة مغني طبعاً قوي جداً منقابل في السنان؟ آآ فيهم البعض اصحا؟ تحس النقارين؟ بجد أنا وهو وعليش تلاتة شبه بعض في السنان يقفل الفتحة خلاص بجان ردمها هات ديه في الباب ريز طب قول لي يا حمدي لو فيلم من دول كنت انت هتبقى البطل بتاعه تختار انهي فيلم منهم دي اسئلة حلوة كده رضا ولا اللي بالي بالك ولا تير انت تير انت اش معنى انا شفته مثلا فوق التسعين مرة بالنسبة لي من احسن افلام الكوميدي اللي اتعملت في مصر في اواخر عشر خمسلاشر سنة يعني تحفى تحفى انا بحبه جد كل عنصر فيه ناجح قوي ما شاء الله يعني انتجيا اخراجيا تمثيل الكرو كله لا ده فيلم مش طبيعي وطبعا كده رضا واللي بقى لي بقى لك طبعا افلام عالمية بس انا بتكلم في حالة الاختيار لا انما برضو بقى الافلام يعني تحفى حلوين طيب لو انت هتعمل برضو بطولة فيلم بس اجنبي وتكون البطلة قدامك واحدة من دول تختار مين في فيلم تايتانيك لوسي ولا في في عبدو ولا الفنانة احلام الملكة اختار احلام الملكة ليه؟ وشان كنا نعملين فيلم عليها وبتاعها وكنا خايفينها تزع لانها مبسوطة فلا فاخترا هي ما بتزع لانها مبسوطة ومؤدية كمان لا ودمها خفيف فهو مصرح استعراضي فهتبقى هاي وشيرين بتمثل وعزمك وانت بتحبها لا شيرين استاذا كبيرة بس انا يعني دنيا هتلعب في الكوميدي اصلا مصرح استعراضي المصرح ايه دا؟ انت عايزاني اوصل لايه في البرنامج ولا حاجة افتراض لا طبعا تخيل لا نسه بقولك ارفي الدنيا علي كمان حلوة فلو هعمل مصرح استعراضي هيبقى حاجة جديدة علي فطبعا لو هتيجي الفرصة هيبقى مع دنيا يعني دوجي حبا جدا تحية تحية كبيرة لدوجي اللي ما شاء الله مجلتش معانا ولا مرة في السؤال ده كل الناس بتيجي تختار دوجي ما شاء الله يعني اكتسا طب قولي يا حمدي لو هتختار حد من دول يبطل غنى تختار مين؟ بس ده في الفاني في الهزار في الهزار طبعا رامي سابن ولا عمر مصطفى ولا تامير حسني ولا أمير عيد أمير عيد عشان قفية عندي ليه؟ احنا خدنا فترة طبعا أمير مش عايزعل زي ما بنعمل الاسترس في كوميديا على شرين وعلى محمد رمضان وعلى الناس بيهزار ما بيننا ده ما عملناهوش أو عملناه في المصرح ممكن مرة بالذات أنا وأنور عبد الرحمن من زمان بنهزر على طريقة الغنى بتاعت أمير عيد يعني بقول لهم سهلة قوي ولا محتاجة صوت حلوة ولا محتاجة كلمات أنا ممكن أغني أمير عيد دلوقتي طب غنلنا بقى الأمير عيد لا أغني أمير عيد عادي طب غنلنا أغنية لشرين بطريقة أمير عيد بس في الماء لا ما هي مش تنفع بأغنية لشرين لسبب هي أغني أمير عيد حلوتها إن مفيش كلمات لا ما أنا هقول لك يعني مثلا مشاعر تشاور كده هتبقى حلوة قرب لا يعني هو أمير عيد كنا بنغنية لهم مثلا أنا أقول إيه صحيتي الصبح بدري لقيت شرابي مقطة غسلت وشي وينزلت أجري وركبت الأوتوبيس متأخر وروحت في الآخر عادي مفيش أغسر طبعا ده بهزار وأكد لك إن ده بهزار هقول لك حاجة إن أنا من أسباب إن أنا كملت في الوسط أغاني كايرو كي أمير عيد وأغاني حمزة نامرة والله ما أبقى أهز كان عاملين كام أغنية فيهم تفاقل أوفر في فترة أنا ما كنت الشغال زي إيه؟ زي بكرة الشمس تطلع ما طبعا طبيعة تطلع إيه الجديد آه 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 أنت بتسخر من أمير عيد لا، زي ما زي صحيط الصبح برد كنت أنت بتسخر من أمير عيد؟ آه ما أنا كمان لا لا والله بحب ترقيتهم أوف الغونة